في محافظة إب تتحدث ميليشيات الحوثي عن اختتام فعالياتها ويتحدث الناس عن انفلونزا الخنازير وغيرها من الأوبئة التي تفتك بالسكان في ظل انهيار المنظومة الصحية بالمحافظة لكن هذا ليس وحده سبب معاناة هذه المحافظة فعزوف سلطتها الشرعية عن القيام بواجبها بل والتلاعب بمخصصاتها أمر يكرس أوجاع المحافظة ويزيد من غيابها إب المنقسمة على أشد الجبهات أذن والموزعة بين جرائم الميليشيا وتجني سلطاتها الشرعية لا تزال تحصد المرتبة الأعلى في انتهاكات حقوق الإنسان وهدر حياة الناس وممتلكاتهم تفيد إحصائيات بأن أكبر نسبة للجريمة تشهدها محافظة إب نتيجة انفلات السلاح وغياب الدولة بعد أن أفرت ميليشيات الحوثي مناخا للعنف فيما بات النافذون من قيادات الميليشيا ومن الموالين لها يسعون بقوة السلاح لمصادرة ممتلكات التجار وأراضي وممتلكات الدولة ميليشيات الحوثي أيضا بحسب ناشطين من أبناء المحافظة تقوم باحتجاز الإغاثة والأدوية وحرمان المستحقين حيث عمدت مؤخرا لاحتجاز شاحنات أدوية تابعة لمنظمة الهجرة الدولية منذ بداية الشهر الجاري وكما يبدو فأن هذا ليس وحده البلاء الذي أصاب إب إذ حمل ناشطون العتب الكبير على سلطة المحلية للغياب التام الذي يلف دورها معبرين عن استياءهم الكبير من إخفاق قيادة المحافظة في معركة تحريرها وخذلان المقاومة الشعبية وانتهاء بالتقصير في إغاثة وإيواء نازحيها رغم المبالغ الكبيرة التي خصصت والتي تسلم لقيادة المحافظة لكنها تذهب دون فائدة تذكر اتهمات سلطة المحلية بالإهمال والتلاعب بمخصصات المحافظة من الأموال حيث تفيد وثيقة حصل عليها برنامج المساء اليمني استلام محور إب من طرف البنك المركزي قرابة مليار ريال خلال سبعة أشهر فقط وتحديدا بين شهر إبريل ونوفمبر من العام الماضي جل هذا المبلغ والمقدر بستمائة وثلاثين مليون ريال سحب باسم مدير عام مكتب التربية ولكن المفارقة أن التربويين ما فتأوا يطالبون برواتبهم فيما ذهب إلى مدير عام مكتب المحافظة مبلغ وقدره ثلاثمائة وعشرون مليون ريال وبقية المبلغ توزع بين قائد الشرطة العسكرية ومدير أمن المحافظة وفيما تركت الطفلة النازحة سلم الحكمي تموت إثر موجة برد دون أن تحظى بغطى يظل السؤال عالقا في أذهان أبناء المحافظة عن مصير الأموال الطائلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر